أولاً إن هذا البيان والتقرير مخالف لما ثبت في موضعه أن المفاهيم التي يستعملها الشارع ثبتت لها الحقيقة الشرعية أو الحقيقة ماذا؟ المتشرعية إذن عندما نسمع صوم الصلاة حج زكاة نجاسة طهارة وإلى آخره من الألفاظ المتشرع أين يتبادل ذهنه مع الزهن؟ إلى المعنى ماذا؟ إلى المصداق الشرعي إذن هذا الكلام يتامن لو لم تثبت ماذا؟ الحقيقة الشرعية وحيث أنه ثبتت الحقيقة الشرعية والمتشرعية أو المتشرعية على البحث الذي في محله إذن لابد من حمل هذه الألفاظ على أي معنى عزائي؟ على معناها الشرعي أعزائي ما هو المراد من الحقيقة الشرعية؟ المراد من الحقيقة الشرعية بعد الإخوة يراجعون هذا البحث أنا فقط أعطي المصادر في تقيرات السيد الشهيد الصدر أعزائي بتقير سيد محمود الهاشمي يقول أما البحث عن ثبوت الجزء الأول صفحة 178 بمعنى ما هي الحقيقة الشرعية؟ بمعنى صيرورة بعض الأسماء طبعاً المفاهيم مراد بعض الأسماء حقائق في المعاني الخاصة المخترعة من قبل الشارع هذه الحقيقة الشرعية؟ يعطيها معناً ماذا؟ معناً خاصاً غير المعنى ماذا؟ هس سسميه بالناقل بأي طريق كان هس هذه معاني منقولة أو غير منقولة إلى آخره كما على أن يثبت وضع هذه الألفاظ بإزاء معانيها الشرعية بأحد الأنحاء المتقدمة في مناشي حصول الحلقة الوضعية كيف؟ هس إما بالوضع التعيني إما بالوضع ماذا؟ التعيني إما من خلال ماذا؟ الاستعمال وكثرة الاستعمال بمرور الزمان فينصرف إلى ماذا؟ إلى المعنى الشرعية هذه هي طرق هذه العلاقة الوضعية كيف توجد أعزائي؟ بين المفهوم بين اللفظ والمعنى كيف توجد الحلقة هذه؟ هذه الحلقة كيف توجد؟ حس إما تعينان إما تعينان إما استعمالا على المباني التي ذكرت في محلها ترجمة نانسي قنقر